السلام عليكم ورحمة الله أيها الكرام يتناقل الناس تساؤلاً أن هل من الممكن أن يكون الأفضل ألا نصوم هذا الرمضان لأن الصوم قد يضعفنا عن مقاومة وباء فيروس كورونا فنقول وبالله التوفيق دينا دين العلم والبرهان والحكم على الشيء فرع عن تصوره وبالتالي فحتى نعرف إن كان هذا يمكن أن يزيد عرضتنا للوباء إن كان صوم رمضان يمكن أن يزيد عرضتنا للوباء فتعالوا نرى ماذا يقول العلم الرصدي التجريبي أفضل ما اطلعت عليه في هذا المجال هو مقال علمي رصين لدكتور التغذية معز الإسلام فارس وهو أستاذ مشارك وباحث من الطراز الرفيع وله كثير من الأبحاث في مجال الصيام وتأثيره على صحة الإنسان ومناعته ومقاومته للأمراض نشر الدكتور معز الإسلام مقاله قبل أسبوع بعنوان الصوم ومناعة الجسم ضد العدوى ماذا يقول العلم وذكر فيه أبحاث محكمة نشرها الدكتور معز الإسلام في دوريات من أرقى الدوريات العالمية مثلا المجلة البريطانية للتغذية British Journal of Nutrition والمجلة الأوروبية للتغذية European Journal of Nutrition والمجلة الرسمية للاتحاد العالمي للسكري وغيرها من المجلات المرموقة والمعروفة للأكاديميين وبعض أبحاثه استشهدت به الأبحاث العلمية أكثر من مئة مرة يعني أكثر من مئة كما أن الدكتور معز الإسلام مراجعات مع فريقه لعشرات الأبحاث الأخرى ضمن ما يعرف بال الميتا أناليسز وذكر الدكتور في مقاله أبحاثا لفرق بحثية أخرى غير فريقه يعني ذكر في مقاله هذا عن صيام رمضان وتأثيري على المناعة ذكر في مقاله ما مجموعه عشرون بحثا علميا محكما له ولغيره معمولة بطرق بحثية محكمة وحقيقة يا إخوة كأكاديمي عندما اطلعت على مستوى العمل الذي قاموا به يعني انبهرت ما شاء الله ووجود مثل الدكتور معز الإسلام مفخرا للمسلمين نفع الله به وكثر من أمثاله خاصة وأن مقاله الذي ذكر فيه أبحاثه هذه يدل على إيمان وبصير في الدين فيما نحسبه والله حسبه سنضع لكم مقاله في أول تعليق على الفيسبوك واليوتيوب ثم نعيد نشره في منشور منفصل على الفيس والمنتدى يعني الكميونيتي في اليوتيوب بإذن الله تعالى راجينا من إخواننا الأكاديميين أن يحذوا حذوه في كتابة المقالات النافعة للناس حتى لا تبقى المكتشفات العلمية حبيسة الدوائر الأكاديمية والدوريات الأجنبية وأن يعمل الأكاديميون المسلمون الأبحاث فيما ينفع الناس ويلمس واقعهم بشكل مباشر في هذا المقال عرض الدكتور معز الإسلام نتائجه بشكل موضوعي وبين أن الصيام ليس له أثر سلبي على المناعة بل وله أثر إيجابي على مكونات مناعية معينة وأنه يعين الجسم على مقاومة أنواع من البكتيريا بل وأن الصيام آثار إيجابية في بعض أنواع الأمراض كأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب الويحي multiple sclerosis وكذلك المتلازمة الأيضية وغيرها من الأمراض وذلك بعد استقصاء لما نشر في مجال الصيام وتأثيراته الصحية وليس صيام رمضان فحسب بل أنواع مختلفة من الصيام الآن أخوة هناك موقع معروف للباحثين في المجال الصحي اسمه PubMed يعني Medical Publications تابع للمكتب الصحي الوطني الأمريكية لو كتب PubMed.com ثم كتبت عبارات مفتاحية مثل Intermittent Fasting يعني الصوم المتقطع أو Time Restricted Feeding TRF يعني الأكل المقيد بالوقت أو Alternate Day Fasting صيام الأيام المتناوبة أو Fasting Mimicking Diet الحمية المحاكية للصيام ستجد هناك أبحاثا كثيرة تبين آثار الصيام على مكونات جزائية وخلايا مناعية ومستويات التعبير الجينية وغيرها علما بأن الآثار الصحية للصيام بأشكاله أصبح مثاله يعني محل اهتمام لباحثين غربيين غير مسلمين حقيقة تجد أبحاث لناس غير مسلمين عن هذه الانواع من الصيام الدينية وغير الدينية فالخلاصة يا كرم خلاصة ما خلص إليه الدكتور معز الإسلام فالس أنه وطبعا بالأدلة وبالتوثيق وبالأبحاث والصيتيشنز المحترمة أنه بالعلم الرصدي التجريبي ليس هناك دليل على أن الصيام يزيد من عرضة الجسم للأمراض والأوبئة والعدوى الفيروسية بل الأدلة على العكس ذلك وما قد يدعيه البعض من آليات النظرية غير مجربة لا يرقى لمستوى التجارب التي أجراها الدكتور أو تحدث عنها كما بينت في كلمة كورونا وكثرة الدعاءات من تابع منكم هذه الكلمة ذكرت فيها مراتب الأدلة العلمية في العلم الرصدي التجريبي الـ Randomized Clinical Trials Cohort Studies Case Control إلى آخره وبينت في أدنى المراتب في أدنى المراتب التجارب على الخلايا أو الـ Expert Opinion يعني رأي الخبير حتى لو صدر مثل هذا الكلام من خبير يعني خبير في المجال الصحي من طبيب كبير ولم يكن عنده أدلة علمية كالأبحاث التي ذكرنا فإنها لا ترقى لمستوى هذه الأدلة المذكورة في بحث الدكتور معز الإسلام فارس وبالتالي كل ما يذكر ليس عليه دليل محترم أبداً ولا حتى دليل ضعيف إطلاقاً فنقول لمن يطرح فكرة ترك الصيام للوقاية من الوباء نقول له ما قال ربنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ذكرنا لك أدلة علمية وديننا يحترم هذا العلم فهل عندك في المقابل علم فتخرجه لنا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والله إذا ما في علم ولا في برهان لا نسمع لكلامكم ولا يحمل أي وزن طبعاً الدكتور معز الإسلام قال أن كلامه هذا عن الأصحاء وقال أنه المريض له أحكامه وقبل ذلك الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى نحن لا نقول لمن أصيب الكورونا أن صم إذا قال لك الأطباء لا تصم خاصة إذا كان طبعاً في حرارة ويحتاج سوائل وعلاجات وما إلى ذلك وأيضاً تكلم الدكتور معز الإسلام لحياديته وموضوعيته عن أن تجاربه لم تشمل تجارب على الكورونا هذا موضوع جديد لكن دلالات هذه الأبحاث أن المناعة تزيد قوة بعض المكوناتها وأنها لا تتأثر سلباً بأي شكل مؤثر وأن الجسم تزداد قدرته على مقاومة بكتيريا من أنواع معينة وبالتالي ليس هناك أي دليل يمكن الاستناد عليه حتى نتنبأ بأن الصيام يمكن أن يؤثر سلباً في الإصابة بفيروس كورونا وتكلم الدكتور أيضاً في مقاله النفيس عن عادات في رمضان ليست من الصيام كثرة أكل النشويات وكثرة أكل الحلويات والدهنيات نعم هذه لها آثار سلبية لكنها ليست من الصيام هي عادات للأسف مارسناها طبعاً يا أخواننا نفصل الصيام عن العادات الخاطئة ونفصله عن أشياء ليست عادات خاطئة بل هي من الشعائر الطيبة لكننا قد لا نتمكن في هذا الرمضان للأسف قد لا نتمكن منها مثل شهود الجماعات وشهود صلاة التراويح لكن هذا شيء عدم قدرتك على الاجتماع على صلاة التراويح شيء والكلام عن الصيام ذاته شيء آخر يبقى الصيام شعيرة وركناً من أركان الإسلام لن تؤثر سلباً في هذا الوباء بإذن الله تعالى وأحث كل أخ وكل أخت قادراً وقادرةً على الصيام أن يصوموا ابتغاء وجه الله الكريم أنا أخواني لن أقول لكم كل ما في مقال الدكتور معز الإسلام فارس المقال نفيس يعني استحق القراءة اقرأ واستمتع أن هناك في أمتنا من يصوغ هذه الأبحاث ومن يجريها بهذه الطريقة الجميلة نسأل الله أن ينفع به وبالمسلمين أجمعين وأن يتقبل منا ومنكم وأن يحل علينا رمضان وأن نحن في حال خير من هذا الحال وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن نجتمع في بيوت الله مجدداً نتلو كتاب الله ونصلي ونحتفل برمضان وبالعيد والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم اشتركوا في القناة